لا أنا فرحان جداً وفخور جداً النهاردة بتخرج الأول على كلها فنانية عسكرية طبعاً ده كله بيرجع بفضل والدي والدتي وبحب دي طبعاً أشكر قادة الكلية وعضاية التدريس وزمالي في الكلية دعمهم لي ومسندتهم تورفضت الكلية الحقيقة في الكلية بتم تأهيلي علمياً بدنياً ونفسياً وفكرياً علمياً من خلال أن الكلية مهفررنا أحدث الوسائل التعليمية من خلال قاعدة محاضرات على أعلى مستوى المعامل المتطورة خبرة أعضاء التدريس كمان مفررنا دورات علمية مختلفة ومشاريع التخرج طبعاً الحمد لله أنا فخور جداً النهاردة أن أنا أصبحت فرض مقاتل وقت مسلحة بنضم صفوفه إن شاء الله أقدر أقدم بلدي وقدم حاجة إن شاء الله تنفع البلد بإذن الله طبعاً المحاسة النهاردة بشعور كبير جداً دام بقى 4 سنين من ساعة ما دخلت الكلية كلاء البحرية أهلتني طبعاً أن أنا أكون موجود هنا وإن أنا قادر حقاً أن أنا أكون من أوائل الدفعة شعوري طبعاً ومسؤوليتي تجاه الوطن وتجاه مصر أن أنا هننمي حياة جديدة وإن شاء الله أدي دام جديد لقواتهم المسلحة طبعاً بشكر والدي والدتي هما الأهلون إن أنا أكون موجود هنا tienes طبعاً بشكر قاضاتي هما الأهلون إن أنا أكون هنا والكلية البحرية إن أنا من هنا launchtte علمت إزاي أكون وائف هنا دلوقتي أكون من الأوائل من عن طريق العلوم اللي أخذناها وكذا ناحية بط restorه ناحية والناحية العسكرية والناحية البدنية والعلوم البحرية كل الحاجات دي كل Mirkai الأهلية إن أنا نهاردة أكون هنا من الأوائل كلية طبعا بدي رسالة لكل الناس ان هم طبعا يخشوا كلات عسكرية واللي عايز انه يكون موجود هنا يعني ده شرف لأي حد ومش اي حد يدار يخذ الشرف ده طبعا كان في الاول كان فيه رهبة من قوات المسلحة لكن طبعا احنا من الجيل العصر رسارة 25 يناير و30 يوليو وقد شفنا ان الجيش لحق البلد قبل ما تقع فده كان اكبر ده فعالية ان انا طحق بالقوات المسلحة بوعد طبعا البلد كلها جيش وشعب ان انا ان شاء الله هكون قدي المسئولية وان شاء الله ان انا هبزل قصورة جهدي ان انا هكون الاول في مجال ان شاء الله وان انا هخدم بلدي واضحي من اجله في البداية دخولي الكلية الحربية كان حلمه وهدف لي وانا موصولة ان انا في الاخر وصلت له وعرفت ان انا اتمنى ان انا كون على قدر من المسئولية وتحمل العبء اللي عالكت فيه وان انا اكون فرض يضيف حاجة لقوات المسلحة احنا اللحظة دي طبعا مستنينها بقى سنين وطبعا انا في كمة ساعات وفخر اللي انا بقيت من زباط الكوات المسلحة وكوات الجوية وبقى عنصر ان شاء الله متميز فيها ان شاء الله اوحد ان شاء الله اللي انا ابزل الاكسا مجهود اللي انا ابقى من افضل الزباط الطيرين في الكوات المسلحة وكوات الجوية وان شاء الله ابقى عنصر متميز في المصر ان شاء الله طبعا الشعور النهاردة ما يتوصفش بس اللي قدر أقوله أن أنا في قمة ساعتتي وفرحتي وخصوصا أن أنا طلعت الأول على دفعتي وده طبعا أعلى هدية ممكن أهديها لولدتي وولدي اللي تعبوا معايا طول السنين دي وأحب أقول أن دي بداية المشوار اللي هي مش نهايته وإن شاء الله نبدأ المكملين وإن شاء الله نبزل كل المجهودة قدر أعمله في خدمة قوات المسلحة وخدمة مصر فيهم زي ده طبعا أؤاد كل قيادات إن شاء الله وسادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أؤاد إن شاء الله نحن نبقدم مسؤولية وأؤاد المسؤولية لمصر حطتها على كتفنا وإن شاء الله نرفع رأسكم كلكم إن شاء الله ونبقدم مسؤولية كلها